الاعتذار محاسبة المسؤولين التعوضات ثلاثة شروط وضعتها الصفارة الروسية في أنقرة لعودة العلاقات الطبيعية مع تركيا موضحة أن كل الحلول المطروحة بدون تنفيذ هذه الشروط الثلاثة تعد غير مقبولة ولن تجدي نفع ومؤكدة في الوقت نفسه أن العلاقات الروسية التركية لا يمكن أن ترجع إلى ما كانت عليه إلا بهذه الشروط إن كانت ترغب بتحقيق المصالحة بعد إسقاطها القاذفة الروسية في المقابل قال وزير الخارجية التركية إن لصبر أنقرة على موسكو حدودا واصفا روسيا بالمبالغة في رد فعلها على حادث بحري بين البلدين لا سيما بعد أن أجبرت سفينة حربية وقارب خفر سواحل روسيتان سفينة تجارية تحمل العلم التركي على تغيير مسارها في البحر الأسود في حادث أعربت أنقرة عن رغبتها بتجاوزه بالحوار وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أن مدمرة روسية قد أطلقت أعيرة تحذيرية صوب سفينة تركية في بحر إيجا الأحد تفديا لتصادم واستدعت الملحق العسكري التركي في موسكو على خلفية ذلك وذكرت مصادر مطلعة أن السفينة التركية لم تستجب لتحذيرات سابقة بالابتعادي لكنها غيرت مصارها بعد إطلاق أعيرة تحذيرية قبل أن تمر على مسافة 600 متر من المدمرات الروسية لقد سمعنا أن سفينة روسية أطلقت إطلاقات تحذيرية علينا لكننا لم نسمع هذه الإطلاقات التحذيرية لقد رأينا سفينة بالفعل وبعض الناس تساءلت إلى أي بلد تنتمي هذه السفينة قلنا أنها ليست تركية وربما تكون سفينة تابعة لحلف الناتو ويأتي هذا التطور على خلفية التواطر القائم بين أنكرا وموسكو منذ أن أسقط سلاح الجو التركي قاذفة روسية داخل الأراضي السورية قرب الحدود التركية في الرابع والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر الماضي